بالتأكيد بس أنا عايزة أخذ من كلام حرارة كابتن عايزة متقولت نقطة مهمة جدا هي فكرة أن أنت بتيجي في وقت من المباراة بتبدأ خلاص مش سامع المدرج هو ده الهدف الأساسي اللي تقدر تصعد به إن شاء الله من براد بكرة أول ربع ساعة أو أول عشر دقايق هي أهم ربع ساعة وأهم عشر دقايق في المباراة تقدر بإذن الله أن أنت تمتص غضب الجماهير يمكن مانويل جوزيف في 2006 كانت رسالة واضحة جدا لما نزل من الباص بتاع اللاعبين طبعا كان فيه ضغط جديد جدا في جماهير الصفاكسي التونسي في النهاء البطولة فنزل من الباص اللاعبين بملابس الرحلة نزلوا على أرض الملعب عشان ياخدوا أول صدمة من مواجهة جماهير الصفاكسي التونسي وقتها لفوا الملعب خلاص سموا صوت الجماهير الجماهير طلعت الشحنة اللي عندها بشكل أو بآخر استكملت الشحنة دي لما اللعيبة رجعت تاني لغرف الملابس ونزلت تتسخن قبل المباراة عشر دقيقة ربع ساعة امتصت جزء كبير جدا من غضب أو حماس ما خلي بداش نقول غضب حماس جماهير الصفاكسي التونسي بعد كده نزلت المباراة اللي امتابع المباراة جيدا واللي فاكر أحداثها هيشوف قد دي الشوت التاني كان جماهير الصفاكسي التونسي كانت صمتة تماما حصل كل دقيقة بتعد في الشوت التاني هي دقيقة قلق وتوتر لدرجة ان بعض العيبي الصفاكسي التونسي كان منهم عصام المرداسي بيحاول ان هو يستفيق او يفوق الجماهير كده عشان تبدأ تشجع وبدأ يرجع للمناطق الخلفية وقدر النادي الاهلي يطلع ببطولة صعبة جدا برغم ان النتيجة اللي كانت في القاهرة كانت نتيجة وقتها المفترض سلبية بالتعادل الإيجابي انت النهاردة محقق فوز اتنين واحد حاول البعض ان هو يقلل من قيمة الفوز خلينا نقول ان البعض كان استغل الغضب جماهير النادي الاهلي وكان محقق كابتن عيسم لان انت المباراة دي كان المفترض تطلع فايز باكتر من هدف ضيعت فرص كتير فانها تختم باتنين واحد وكان لعب مطروض حوالي نص ساعة ممكن ده يخلي الجماهير تغضب لكن البعض حاول ياخد غضب الجماهير ده لفكرة الصعوبة المهمة او استحالة المهمة وان النادي الاهلي خلاص برا البطولة فحابين نقول لا